اليومين اللي فاتوا لكن في النهاية نشوفي التشكيل الانسب من وجهة نظر ريني فيلر طيب الوطن سبورت بيقولوا ان وده الحسابي الرسمي اليوم على تويتر ان فيلر بيوعد قهرباء بالمشاركة امام الاسماعيلي طبعا يعني ما فيش اكبر رد على هذا الموضوع الا من خلال تصرحات ريني فيلر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة حرص الحدود واللي قال من خلالها قهرباء محتاج مساحة وقت ومساحة زمنية عشان يقدر يشارك في المباراة بشكل اساسي لكن الفترة القادمة هبدأ ادخل معا تدريجي في المباراة مباراة الاسماعيلي المباراة اللي جاية فبالتالي انتش بتتكلم على وعد انت بتتكلم على مدى جاهزية فيش مدرب بيوعد لعب انه يشارك المدرب بيشتغل وبيشوف اللاعب جاهز ولا مش جاهز لو جاهز هيديله مساحة ويديله مساحة من شاركة اطول وممكن يكون موجود معاها سواء في التشكيل الاساسية او حتى من خلال دكة البودلاء طيب مكملين معا